بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث عن الرقابة على شركة المساهمة في الحقيقة يراقب على شركة المساهمة مراقب الحسابات ومن هم مراقب الحسابات؟ يقصد بمراقب الحسابات ذلك الشخص الذي تعينه الجمعية العامة العادية من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة والذي يعهد إليه بالقيام بأعمال المراقبة الداخلية على الشركة من مراجعة وفحص حسابات الشركة وميزانياتها وحساب الأرباح والخسائر وأعمال مجلس الإدارة ومدى مراعاة أحكام النظام في كل ذلك ويشترط في من يعين كمراقب حسابات الشروط التالية واحد يجب أن يكون من المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة اتنين أن لا يكون ممن اشترقوا في تأسيس الشركة أو أحد من أعضاء مجلس إدارتها أو أن لا يكون قد عهد إليه بالقيام بعمل فني أو إداري على مستوى الشركة ولو على سبيل الاستشارة ثلاثة أن لا يكون المراقب شريكا لأحد مؤسس الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفا لديه أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة ويختص مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الشركة وفحص ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر ومراعاة تطبيق أحكام النظام ونظام الشركة ويكون مراقب الحسابات هذا مسؤولا عن تعويض الشركة عن الأضرار التي تصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله كإفشاء الأسرار أو إفشاء ما اطلع عليه في الجمعية العامة للمساهمين أو غير ذلك الأمر الثاني وهو ما يسمى بالتفتيش على الشركة يجوز للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الرعيبة أما بالنسبة لمالية الشركة نتحدث فيها عن توزيع الأرباح فكيف تتم توزيع الأرباح؟ إذا كان الغرض من إنشاء شركة المساهمة وتحقيق الأرباح فيتم توزيع الأرباح القابلة أو التوزيع المقصود بها الأرباح الصافية مخصوما منها مختلف التكاليف كديون الشركة والضرائب وما يقضي النظام بتجنيبه على المساهمين كذلك يجب تجنيب ما يسمى بإحتياط الربح والإحتياط الربح إما أن يكون إحتياطي نظامي وإما أن يكون إحتياطي اختياري الإحتياط النظامي وهو الذي أوجبت النظام تجنيبه كل سنة وهو 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي يسمى بالإحتياط النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب إذا وصل الإحتياطي إلى ما يساوي نصف رأس مال الشركة أما الإحتياطي الاتفاقي فيجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي يسمى بالإحتياطي الاتفاقي ويخصص هذا الإحتياطي للأغراض التي يحددها نظام الشركة كذلك يوجد ما يسمى بالإحتياطي الاختياري وهو الذي تقرره الجمعية العامة حيث تقرر تكوين إحتياطيات أخرى بما يحقق دوام الرقاء للشركة أو يضمن توزيع أرباح سابتة بقدر الإمكان على المساهمين أما بالنسبة لكيفية توزيع الأرباح فتوزع الأرباح على النحو التالي واحد أو أولا توزع حصة أولى من الأرباح الصافية لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين ما لم ينصه نظام الشركة على غير ذلك اثنين تخصص بعد ذلك نسبة من هذه الأرباح لا تزيد على 10% لأصحاب حصص التأسيس ثلاثة تخصص نسبة من هذه الأرباح لا تزيد عن 10% لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية يوزع على المساهمين كحصة ربح ربح إضافية أما بالنسبة للأرباح الصورية والمقصود بالأرباح الصورية هي رأس مال الشركة هو بمثابة الضمان العام لدائن الشركة فلا يجوز اقتطاع جزءا منه ليوزع في صورة أرباح على المساهمين استعتبر هذه الأرباح أرباحا سورية لا يجوز توزيعها بأي حال من الأحوال موسيقى